معانا كذلك علي علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله الحمد لله بشرك في أحسن حال علي اسمك الكامل علي محمد علي قاسم الغرباني حياك الله علي ها قول نعم نعم ايوه ايوه امتاز يا علي تحفظ شيء من كتاب الله يا علي نعم وصلت إلى صورة الأنعام ما شاء الله ما شاء الله تقرأ لي شيء يا علي من القرآن حضر تفضل استعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينصق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى دو مغة فاتتوى وهو بالأقل الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوتين أو أجنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا علي ما شاء الله عليك أهنيك أهنيك يا علي أجمل شيء في هذه الدنيا يا عبد الله يا علي أجمل شيء في هذه الدنيا أن يكون كتاب الله عز وجل في صدرك وفي سلوكك يعني نعمل به وأيضا نحفظه يا سلام يا سلام حفظ علم وحفظ عمل زين علي اليوم نتكلم عن الصدق ليش الإنسان يحاول يكون دائما صادق يعني عشان الناس يمدحونه لا أكيد علشان يرضي ربه أول شيء وبأعلن يرضي باته لأنه لما يكون صادق خلق أن بيصدق مع نفسه مش حتى مع غير وهذا أصلا يعكس أخلاله بعدين يا سلام يا سلام على الكلام يا سلام على هذه الدرر والله إن القرآن يربي يا جماعة القرآن يربي علي نعم الله نعم عليك أبيك توصل رسالة وأنا هذا الموضوع يزعجني وايد 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 وتأذى منه لكن ما عندي حل أبيك توصل رسالة لعل رسالتك هي تكون الحل اللي يسمعني الآن أحيانا نكون في برامج وأنشطة ويجيني طالب مو متوظي هو مو متوظي فتقول أنت متوظي يقولك لا يقولك نعم أنا متوظي ويصلي ويصلي ويجي صلاة ثانية ويروح يتوظى يقولك أنا متوظي ويصلي شي تكون لهذا يعني هذا هذا طبعا الشخص هذا بيكذب أول شي على نفسه قبل ما يكذب على الناس وبعدا هو الآن هذا الضرر ينعكس عليه وبعدا هو بيشوف في المقبل أول شي في هذه الفترة بيكذب على نفسه وبيوافل لما يشوف لما يشوف بعدا مثل الشيطان يعني أول شي خطوة بعدا خطوة بيزيد بيزيد وبعدا هذا الضرر بينعكس عليه بينعكس على أخلاقه فيه تعامله مع الناس يعني شوفه يبان عليه من أخلاقه من تعامله مع أخلاقه علي شا تحب تصير لما تكبر إن شاء الله مثل والدك إن شاء الله إن شاء الله يكون مهندس معماري طيب تحب تصير مثل والدك أو أفضل يلا أكون حافظ القرآن بس يعني حافظ القرآن مع مهندس معماري إن أنا أحبار التخصر طيب يعني لو أحد ممكن يحفظ القرآن ويكون مهندس أكيد أكيد يا سلام بالعكس هذا القرآن بيبطقة في عمله بيسهل كل شي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا علي الله يوفقك إن شاء الله الله يوفقك ونراك إن شاء الله حافظ لكتاب الله كاملا وعلما وعملا وتكون مهندس إن شاء الله ما يمنع يا عبدالله أني أنا يا علي عفوا أنا ما دري ليش كلمة عبدالله لاسكا معاي ما يمنع يا علي إنك تكون حافظ لكتاب الله عز وجل ورياضي وتاجر ومهندس ما يمنع العكس القرآن الكريم بركة أخذه بركة وتركه حسرة أنا أقول للي ما في جوفة شي من كتاب الله أقول ترى تركه حسرة في الدنيا والآخرة القلب أو الإنسان اللي ما عنده شي من هذا كالبيت الخرب كالبيت الخرب مهما تزين بالثياب وتجمل بالسيارات لكن اسأل نفسك هذا السؤال هل في قلبك شي من كتاب الله عز وجل فأخذه بركة وتركه حسرة الله يوفقك يا علي الله يوفقك إن شاء الله وتصير مثل والدك وأفضل قل آمين 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 يا رب العالمين بارك الله فيك وجعلك خيرا من أبيك أيضا أخوه